حبائي في هذا اليوم يوم المرأة العالمي أريد أن أقول لكل امرأة تشاهدنا يسوع المسيح جاء وقدم لك الحرية الكاملة وعطاك هذه الحرية حتى لا تعيش بقيود ولا بأحزان ولا باضطهاد ولا في أي ظرف أعطاك الاحتمال وأعطاك أيضا البركة ومدح المرأة هكذا يسوع المسيح وأختم بحادثة أن يسوع دخل مجمع لليهود وشاف امرأة منحنية عندها انحناء وطلب منها تتقدم ووضع يديه على المرأة فاستقامت الشيء الغريب أن رجال الدين اغطازوا لأن المعجزة كانت يوم السبت فالرب يسوع قال لهذا رئيس المجمع يا مرأة هذه وهي ابنة إبراهيم وصفها ابنة إبراهيم لأنه بس اليهود المتدينين المعتبرين كانوا بيوصفوا حالهم أنهم أبناء إبراهيم مثل يحنى تماني احنا أبناء إبراهيم لم نستعبط قط ولكن المسيح قال عن جاب الضرائب زكى أنه ابن لإبراهيم واتكلم عن هذه المرأة الضعيفة المنحنية وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانية عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت احكموا فطبعا الرب وقف مع هذه المرأة ونصرها وعالجها وشفاها ورفع من قيمتها ورفع من مستواها الرب مدح الأمومة وكرم المرأة واليوم أنت كأمرأة يمكن بتقول ارتكبت أخطاء كثيرة وفشل كثير في حياتك وأريد أن أختم في هذه الدقائق الله لم يعطينا روح الفشل حتى الفشل بيجعل منه سلم لتسلق المجد وتذكر أيضا أنه خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان فهو يشكل في حياتك ولكن في هذا اليوم أعطي إعلان واضح وصريح ولله يا رب بما أنك أنت اهتميت فيي ورفعت من قيمتي وعليت مستوي وانت شايف أحزاني وشايف ظروفي وانت غافر خطيائي بغض النظر إذا عملت إجهاد أو أي يعني جرائم أخرى من زنة أو شهوة الرب هو غافر كل الخطايا الكبيرة والصغيرة ارفع عنيك للرب وقول له يا رب اليوم أنا بطلبك رب ومخلص لحياتي تعال أعطيني أعطيني خلاصك وانت رفعت قيمتي وأنا بسلمك حياتي اليوم وبصلي إذا هاي صلاتك اليوم تواصلي معنا اكتب لنا وبنحب نسمع منك حتى نتابع معك إلى اللقاء موسيقى